اشتركوا في القناة وطالبات الصف الثامن علشان الناس بتبقي كانوا من البداية صدمة النهاردة إن شاء الله بإذن الله مع الصف الثامن شباب وإن شاء الله حل الإختبارات التجربية زي ما احنا متعودين بإذن الله تعالى حناخد النهاردة مجموعة من الإختبارات التجربية النهاردة عاوزينها كده تبع حصة حماسية كده زي حصة سادس وسمع بين الله تعالى تستفدوا من الكلاس وإحنا نقدر أو نوفق أننا إن شاء الله سنسعدكم من Parentus بإذن الله تعالى. اكدوا لي بس كده انكم تعرفوا التليجرام بتاعها انجليزي سهل. انجليزي سهل. انجليزي سهل. على التليجرام يا شباب زي كنتوا تعرفوه. الناس اللي متابعاني عن طريق الواتساب او عن طريق التليجرام او حتى عن طريق اليوتيوب. قناتنا على التليجرام اسمها انجليزي سهل. يا ريت الكل يتوجه اليها. علشان النهاردة ان شاء الله بإذن الله حل التدريبات كله حيبقى من خلال التليجرام. كما رأينا نجحنا أن نلغي التعليقات في بإذن الله الحصة يبقى فيها تركيز. لكن ساعدنا في الشير حاول ترفع البث لكي كل الناس تستفاد وكل البث يطلع لكل الناس على مستوى دولة الكويت لكي يستفاد. أنا أتكلم بسرعة لكي لا أريد أن أضع وقت معكم. فأريد أن تركز معي. الناس الذين لا معهاش الملزمة الملفات موجودة على التليجرام والناس الذين سحبتها يعطيك العافية. الناس الذين لا تسحبتها تلحق تسحبها دلوقتي. حاول تسحب الورق. الورق عندما تحلوا بإيدك المعلومة تثبت في مخك أكثر. هذا اللي أنا أريد منك في اللحظة دي وأنا أيوة يا محمد يا ناصر يا سلام. يا أهلا يا بطل أبطال. ما شاء الله عليك يا محمد دائما مستعد. يعطيك العافية يا حبيب. طيب نبدأ نبدأ على بركة الله. يلا بينا يا شباب بسم الله. طيب زي ما نتشاهدين هنا يا شباب الملزمة عندما شاء الله هنا عبارة عن اختبارين بإذن الله تعالى. حناخد الاختبارين مع بعض الكلمات القواعد. أسئلة الكمبريهنشن اللي هي الاستيعاب وإن شاء الله نفوت على التعبير وإن أكد على أهم المواضيع المتوقعة تاني يا شباب. طيب إن شاء الله إن شاء الله اللي موجودة دلوقتي على التليجرام قلولي كده مستعدين. يلا بينا الناس المكتوبة أهلا يا فيصل. علشان نركز. أيها طبعا أنا عارف يا فيصل. كان طلب من زمان مع ناس كتيرة طلبتها مني إنكوا تعلقوا على التليجرام علشان ناس تركز. طيب يلا يا سيد الحمد الله. يعني باتر ليت بالنيفر زي ما بيقولوا. أن تأتي متأخرا خير ومن لا تأتي الحمد لله وصلنا. وقبل الحصص المهمة بإذن الله تعالى. طيب أحب نوه بس يا شباب إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله. ودي مش مقاطعة إن شاء الله. النهاردة مش الحصة الأخيرة. أيها في حصة تانية بإذن الله حنشوف كده المراحل التعليمية المختلفة اللي عندهم اختبار في تامن. مثلا لما تيجي مثلا آآ دور تامن في الاختبارات ونشوف مثلا كم منطقة تعليمية عندهم. النهاردة اختبار لي أو عندهم بكرة اختبار تامن فحتلقيني طالعلك كده ها على الانستجرام وبقولك استعد يا بطل علشان نعمل حمل التوقعات قوية قوية وبرضو إذا كان عندنا سؤال أو عندنا آآ اختبار تجريبي نحلو برضو مع بعض بإذن الله تعالى. أيها كده يا الله شباب أنا عاوز زي ما قلته كده ابعتوا اللايف في كل مكان علشان كل الطلاب والطالبات الأعزاء يستفيدوا من البث. لنبدأ. اول سؤال معنا وده الاختبار التالت مش الاختبار الاول. طبعا الحمد لله في البثوث اللي فاتت حلنا اختبارين الاختبار الاول والتاني. والنهاردة بإذن الله تعالى حناخد مع بعض الاختبار التالت والاختبار الرابع. طيب كالعادة يا شباب وزي ما احنا متعودين مع بعض عندنا دايما الاختبار بيبدأ بسؤال الفوكاب وزي ما انتم فاهمين. سؤال الفوكاب هنا يا شباب دايما بيتكون من اربع جمل كل جملة فيها اربع اختيارات وكلك من نفس نمط اجزاء الكلام. يعني مثلا لما نيجي نبص لي السؤال الاولاني حتلاقون كلك صفات السؤال التاني كلك افعال. السؤال التالت كلك اسماء والسؤال الرابع كلك صفات. هل دايما بيجي يعني ما بيجي لكش خليط من الاسماء والصفات والظروف مثلا وي افعال مع بعض في جملة واحدة؟ لا هتلاقي الاربع زي ما انتم شايفين نوع واحد من البرسو سبيتش. طيب صدعتوكو انا بالكلام ان في حاجة اسمها فنيات للحل ولازم طالب تامن يبقى عارف الكلام ده كويس. يعني ايه الكلام ده؟ احنا عارفين يا شباب ان طالب تامن لما بيجي حل سؤال الفوكاب لازم يبقى عارف ثلاث حاجات قيمة جدا 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 لما يجي حل سؤال الفوكاب. الا وهي البرسو سبيتش اجزاء الكلام وده حيبان اكتر مع سؤال الفيلن اللي هو نمبر بي اللي تحت ده. وكمان يا شباب عندنا حاجة اسمها الكيووردز الكلمات المفتاحية اللي بتساعدني في الجملة او في الحل وتوصل بالحل او التوصل لي الحل بسهولة وبسرعة. طيب اه حاجة تانية اسمها كالكيشنز وتش مينز يعني الارتباطات والتصاحبات اللفظية كلمة موجودة في الجملة لما بتشوفها على طول بتربطها بي الاجابة ليه لانهم لتنين مرتبطين ببعض يا شباب. حلو الكلام جميل اخترت يلا فينا بقى يلا السؤال الاولاني بيقول ايه نمبر وان بايبيز كان سمتايمز بي very they cry a lot حلو الكلام فين الكلمات المفتاحية يا بطل تعال كده كلمة بايبيز مش كلمة مفتاحية بتساعدني في الحل ياس طيب رائح طيب ماشي يا فيصل يلا يا جنة يلا يا محمد يلا يا سعود ها حنقوله بقى wearable sensitive profitable ولا intended لما تيجي تسمع كلمة بايبيز الاطفال الرضع they cry a lot يعني بيبكوا كتير ده معناه ايه يا شباب ده معناه ان هما ايه ها ان هما sensitive. AFA فا حبيب الطارق sensitive محمد برعي sensitive خلينا كده نحط القواعد للحل يا شباب زي ما احنا متعودين ان احنا دايما بنقول ايه. ان اكتب رقم السؤال كلمة الاجابة والترجمة بتاعتها ليه علشان كل طلبنا وطالباتنا يستفادوا من التراجم ويبقى كلنا كده قاعدين نعمل ايه تيم ويرك كده في المذاكرة بنذاكر كلنا مع بعض في وقت واحد وبنساعد كلنا بعض يبقى الاجابة الصحيحة زي ما الشباب قالوا sensitive which means حساس الاطفال الرضع حساسين والدليل على كده انهم بيبكوا كتير صحي كلام مظبوط يبقى الاجابة الاولى number one sensitive حساس sensitive حساس برافو number two يلا بينا يا شباب the English test will answering different grammar questions ركز معايا في السؤال the English test اختبار الانجليزي طبعا معروف اظن كلكم عارفينه the English test will be answering different grammar questions بيكون عندنا اسئلة قواعد متعددة ومتنوعة يبقى الاجابة هنا يا شباب ايه involve ولا please ولا found ولا vote ركز ها انا عندي اربع افعال زي ما انتم شايفين اهوة يا شباب الاجابة الصحيحة هنا يا شباب حتكون ايه يا ابطال ها ها يلا فينا يلا جاوبوا ايوة involve يا حبيبة يا طارق ممتازة يعني يتطلب او يشمل او يحتوي او يشمل bravo يا محمد يا براعي احسنت يا fa involve involve معنها يشمل او يحتوي على اجابة جرامر مختلف وأسئلة جرامر مختلف أيوة كده عاوز حماس بقى يا تامن يلا أنا عارف أن فصل تامن فصل حماسي جدا يلا يا أبطال السؤال رقم 3 ركز مع كلمة لأنه تعتبر كلمة مفتاحية تعرف أنك من خلال التلفونات دلوقتي بتقدر تتعلم لغة جديدة الدليل على كده هوت يا شباب أنك موجود معايا عن طريق الموبايل أو عن طريق التابلت أو اللابتوب تمام طيب السمارتفونز بيبقى فيها إيه بقى بتساعدني في التواصل ليه الحال هل نقول لاترز ولا بيدز ولا أبليكيشنز ولا باتز ها الإجابة الصحيحة هنا يا شباب حتكون إيه أبليكيشنز أبليكيشنز برافو عليكم ويتش مينز يا شباب معناها تطبيقات يا سلام عليكم الأبطال يعطيكم ألف عافية يلا بينا يا شباب السؤال رقم 4 طبعا إحنا كلنا عارفين اللي هي تكيفات الهواء مكيفات الهواء طيب هنا لما نيجي نجاوب بقى هنقول إيه إنسنت ولا إلكتريكول ولا دراماتيك ولا كرول أيو ركز معايا إن الكلمة سهلة يا شباب هنقول إيه هنا يا جنة أحسنت يا جنة أبليكيشنز أحسنت يا لين تطبيقات أبليكيشنز أبليكيشنز تطبيقات برافو عليكم يا شباب يلا أنا مش عاوز البنات هي اللي تسيطر على اللايف والبنات بيزعلوش لا أنا عاوز كمان دور لي الشباب يلا يا شباب بميتكم يا أبطال الإجابة هنا طبعا مع كلمة ديفايسز اللي هي أجهزة كهربائية هي كلمة إيه يا شباب دايما بيجي مع الأجهزة زي مكيفات الهواء اللي هي إير كنديشنرز دايما بيجي مع كلمة ديفايسز كلمة إيه يا شباب إلكتريكول إلكتريكول which means كهربائي أو كهربي أحسنت يا فيصل أحسنت يا محمد يا برعي أحسنت يا أبطال يا سلام عليك يا سعود المطيري أهلا يا بطل يبقى إحنا أهلا يا لين ممتاز يا لين يبقى الإجابة هنا يا شباب زي ما قلنا إيه electrical devices which means يعني أجهزة كهربائية دايما لما تيجي تقول أجهزة تلاقي كلمة مرتبطة مع كلمة إيه كهربي برافو طيب حلو يا شباب يبقى إحنا كده خلصنا السؤال الأولاني وهو سؤال multiple choice الاختياري من متعدد وعرفنا حاجة مهمة جدا وهي allocations و keywords إن دايما لازم علشان تحل الجملة بشكل صحيح وتصل للإجابة بسرعة تعتمد على الكلمات المفتاحية والارتبطات والتصاحبات اللفظية برافو عليك يا شباب طيب النمط الثاني بقى معنا النهاردة وهو سؤال filling زي ما أنتم عارفين سؤال من الأسئلة المهمة جدا ودايما بيديني كام كلمة خمس كلمة كام جملة أربع جمل يعني كل كلمة لها جملة ولكن عندنا كلمة زايدة ما بيكونش لها إجابة حلو الكلام طيب دلوقتي برضو الأستاذ كان نوضح من شوية إن في حاجة اسمها أجزاء الكلام هل لما أعرف إن الكلمة اسم أو فعل أو صفة أو ظرف أو حرف جر أو حتى فعل مرتبط بحرف جر هل ده بيساعدني في الحل طبعا تعال كده ما أقول لك بقى ليه عيساعدك في الحل لقرب كده اقرأ معايا السؤال رقم خمسة الجملة بتقول إيه يا شباب there are types of fruits that are high in vitamin or vitamin C ركز معايا أنا عندي كلمة types معناها أنواع طب الأنواع دي إيه اسم طب الاسم ده بيحتاج إيه بيحتاج فعل no بيحتاج صفة yes بيحتاج اسم no يبقى أنا هنا دلوقتي بركز على الصفات طب فين الصفات الموجودة عندي في الجملة various وعندي كلمة proud طب يطرى بقى تخيل بقى أنت معايا الفن بقى والإعجاز العلمي هنا إنك دلوقتي بدل ما كنت بتفكر في خمس كلمات بتفكر في إيجابتين بس طيب على عرض بقى كده الإيجابتين بتوعك على الجملة وشوف الجملة حتتحلي إزاي there are types of fruits يعني فيه أنواع من الفاكهة أو الفواكه طيب أنواع الفواكه دي إيه بقى يا شباب هنا ها لازم تقول الإجابة various which means يعني متعددة متنوعة مختلفة صح الإجابة number five هي كلمة various كرر معايا وقول بصوت عالي various متنوع various متعدد مختلف برافو يا شباب طيب تعالك كده با يا بطلب طلح اللي معايا الجملة رقم ستة يلا this book explains how to be an on animal training لاحظ معايا إن فيه أدوات مهمة جدا حساعدني في الحل الأداة أو آن هل الأداة أو آن يجو وراها صفة ولا يجو وراها اسم لا حييجو وراها اسم لأن دايما أما أقول آ وآن دايما يجو معاها أسماء ركز إن أنا بقول on animal training طب فين الأسماء بقى موجودة في الجملة يا شباب عندي ثلاث أسماء عندي الكلمة humidity and he is a noun Top sky الوراء with expert with a noun and we Sites with a noun أنو عندي ثلاث كلمات بدلا ما فكر في الخامسة فام بفكر في ثلاثة بسي يا شباب طيب أنا دلوقتي this book explains بيوضح و بيشرح كيف تكون في تربيط أو تدريب الحيوانات إيه الكلمة من التلاتة اللي تمشي معنا في الإجابة الصحيحة الإجابة واضحة يا شباب وهي كلمة إيه يا سلام عليكم يعني خبير برافو عليكم الإجابة رقم ستة يبقى أنا عندي كلمة أكسبر تكرروها يا شباب أكسبرت معناها خبير برافو يا أبطال طيب الجملة رقم سبعة يلا بنا We must feel of our country and its history and heritage طيب عندك الفعل feel يا شباب الفعل feel معناها يشعر ودايما الفعل ده بيجي وراه صفة ركز وكمان الصفة معها حرف الجر of للناس اللي إيه اللي متمرسها وعرفها إزاي تحل القعدة بشكل جيد عندي feel صفة ودايما مرتبطة بحرف الجر of اختار بقى من الصفتين طب ما إحنا يا أستاذ عارفينها ومن غير حتى مات حتي It's a no brainer يعني حاجة مش مش بحتاجة فكاكب المصري يعني حاجة سهلة ليه بقى تعال أقول لك ليه بص يا سيد مش أنت من شوية خدت الصفة طب ما إحنا قيلين إن إحنا عندينا صفتين بس إيه بقى بقى صفة واحدة حتى وإنا مش مركز هقول لك إن الإجابة لازم تكون الإجابة كلمة proud عارفين ليه لإن إحنا عندينا صفتين وخدنا منهم واحدة وسياق الجملة عاوز صفة في الجملة رقم سبع يبقى طول حتجاوب وتقول إيه we feel proud which means you must feel أو we must feel proud which means معناها يجب أن نشعر بالفخر بالدولتنا أو ببلدنا وتاريخها والتراث بتاعها يبقى أنا عندي feel proud دي يا شباب أو الكاليكيشنز يتيجي معنا دلوقتي ونوضحها feel proud لما تشوف feel على طول تتذكر كلمة proud دايما بيجوا مع بعض متصاحبين لفظيا مترابطين لفظيا وده معنى الكاليكيشنز يا شباب لما الناس تشوف feel هتعرف أنه ييجي دايما معها كلمة إيه ييجي دايما معها كلمة proud برافو عليك يا شباب معناها نشعر بالفخر feel proud feel proud ممتاز جملة رقم 8 during the month of July heat and what are very high in temperature or in Kuwait ركز معايا عارفين شهر يوليو وعارفين حلوة شهر يوليو في الصيف ها الدنيا بتكون نار صحي كده مظبوط طب إيه اللي دايما بيجي مع الحرارة ها إيه الكلمة اللي دايما بيجي مع الحرارة بنقول عليها collicated together دايما بيجوا مع بعض يا شباب دايما الكلمة دي بيجي مع أختها اللي موجودة قبلها اللي هي كلمة feet which means الحرارة الحرارة دايما بيجي مع كلمة ايه أحسنت يا لين أحسنت يا حبيبة يا سلام عليكم يا بنات أحسنت يا طارق أحمد الإجابة طبعا humidity humidity دايما الحرارة مرتبطة بكلمة الرطوبة صحي كده حرارة ورطوبة ها دايما في الصيف عندنا هنا في جو كتعة التعودنا خلاص حرارة ورطوبة حرارة ورطوبة دايما بنقولها ازاي heat and humidity heat and humidity برافو عليكم يا شباب إذن الإجابة هنا حتكون كلمة humidity which means يعني الرطوبة ممتاز جدا يبقى يا شباب كده خلصنا مع بعض سؤال الفوكاب وبرضه بنلخص ونقول ما تنسوش التلات حاجات اللي دايما بيساعدوكم جدا في التوصل للحل الحاجة الأولى يا شباب اللي هي التصحبات والترادفات اللفظية الحاجة التانية اللي هي الكي ويرد الكلمة المفتاحية والحاجة التالتة اللي هي أجزاء الكلام زي ما انتم شايفين وشايفينه الأستاذ متحمس ازاي وعاوز ان هو كده يعني يطير من الحصة علشان بيحاول ان هو يديكم كل المورال كل الروح المعنوية القوية اللي تحسسك ان الحصة مهمة وانك تتشجع انك تحاول تحل ويعني عندك باور كده وانت بتحل يا شباب يلا بينا يا شباب نرجع للحصة تاني يلا بينا خلصنا سؤال الكلمات تعالوا كده بقى نط كده على سؤال الجرامر نحل الأول سؤال الجرامر وبعدين في آخر الحصة في آخر البث ناخد القطعتين عليهم أسئلة يا أبطال يلا بينا عندي هنا زي ما انتم شايفين السؤال الأولاني في الجرامر بيقول choose the correct answer from a b c او دي اختاروا الإجابة الصحيحة من كم إجابة يا شباب عندنا أربع إجابات زي ما انتم شايفين دايما عندي كم جملة عندي أربع جمل والأربع جمل دول شاملين مختلف القواعد اللي عندنا في تامن يا شباب فركز معايا ركز معايا علشان تستفاد من التدريبات وبقول لك سر خطير ايه هو ان التدريبات بتتكرر في الاختبارات يا شباب تدريبات الكلمات وتدريبات الجرامر يعني احنا كده حتى الآن إن شاء الله بنهاية البث بتاعنا دا حنكون حالنا كام نموذج أربع اختبارات بإذن الله تعالى بإذن الله تعالى ما يطلعش منهم الاختبار فدايما شوف الفيديوهات وحل التدريبات أمورك تزبط بإذن الله تعالى حل معايا السؤال رقم 17 يا شباب باي ذا تايم باي ذا تايم وي ارائفت ها ذا ميتين وات ركز معايا هنا في الرابط اللي موجود في أول الجملة باي ذا تايم عارفينه باي ذا تايم معناها قبيلة قبيلة أن نصل ها ركز معايا الفعلي هنا بعد arrived في الفيرب زي ما انت شايف بعد باي ذا تايم هنا يا شباب ممتاز باي ذا تايم وي arrived زي ما انتم شايفين هو the meeting ايه بقى هنا الشباب جوبوا ما شاء الله الشباب جوبوا الإجابة had started had started معناها كان بدأ معنى أن الاجتماع بدأ قبل ما نصل معنى أن احنا وصلنا متأخرين بعد الاجتماع لما بدأ صحي الكلام ممتاز حاول تكرر معايا بقى الرابط ده وازاي بييجي فيه الاختبار by the time verb 2 فاصلة had verb 3 تاني by the time verb 2 فاصلة had verb 3 طب الناس الشطرة الناس اللي مذاكرة فاكرين by the time بيساوي ايه اكتبوا لي في التعليقات الرابط by the time يا شباب حبيبي 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 الله يرضى عليك الناس اللي بتعلق سيتم حذرها في الحال الناس اللي بتعلق سيتم حذرها في الحال أنا ما بغزرش الناس كلها محترمة الناس كلها محترمة الناس كلها محترمة please الناس اللي دخل تستفاد من الحصة على رأس من فوق وأشيلهم على رأس من فوق الناس اللي دخل تكتب تعليقات وتجري ويعني تزعج الناس اللي اللي بتكتب في التعليقات ويتجاوب please please احنا جئين في حصة اختبار علشان استفاد. من فضلكو ما تطلعوش الانسان من مودو علشان يحاول ان هو عاوز يفيد الناس. يعني don't be a sport spoiler. ما تكونش انت مفسد البهجة. خلي الحصة تمشي كويس. من فضلك من فضلك من فضلك. الناس عاوزة تستفاد هنا. ياما تحضر معانا الحصة ياما تغادر يعني وانت برضو على رأسنا من فوق. يعطيك الف عافية. اللي حاسس يا شباب هنا ان هو بيستفاد من الكلاس على رأسنا من فوق. اللي داخل يا شباب يعطل الحصة له سمحتوه. ما كانوا مش هنا. روح شوف لك تيك توك ولا شوف لك فيديو تيك توك تستفاد منه احسن. تمام ممتاز يا شباب. تعالوا كده نحاول نحل مع بعض السؤال رقم 18. وما تخافوش الاستاذ ما بطلعش برا المود بتاعه بسهولة. انا بس بحاول ان انا ازبط الامور. طيب رقم 18. ركز معا في الجملة. ايوا هنا الله ينور عليكو نستوني برافو عليكو يا فا. يبقى كلمة بتساوي الرابط بفور زي ما قلت من شوية يا شباب. نفس استخدام هو استخدام بفور ما تنسوش الحتة دي لانهم دايما بيجوا مع بعض او دايما بيجوا بدل بعض برافو عليكو يا شباب. يعطيكو الف عافية. الاجابة الصحيحة طبعا هنا في رقم 17 كلمة had started وقلنا الرابط by the time بيساوي الرابط before. طيب رقم 18 يا شباب. ماي برادر washed all the cars by. فاكريني reflexive pronouns. فاكريني الضمير المنعكسة. ايوا يلا بينا تعالوا كده نحل الجملة. ماي برادر washed all the cars by. ها انا اقول ماي برادر اخويا يعني اخويا ده ولد. وبالتالي الضمير المنعكس مع اسماء الاشخاص الذكور يبقى الاجابة himself احسنت يا وفاء برافو عليك يا وفاء. الاجابة himself يا شباب. ركز معايا ورجع معايا الضمير المنعكسة سريعا. I myself, he himself, she herself, it itself, they themselves, you yourself. We ourselves. يا سلام عليكم يا شباب. كده رجعنا على طول الضمير المنعكسة وبنستخدمها للتأكيد انك انت بنفسك قمت بالشئ وما فيش حد يساعدك فيه. ده معنى reflexive pronouns الضمائر المنعكسة يا شباب. طيب السؤال رقم 19 يا ابطال. يلا بنا خلاص خلاص يا عمو خلاص يا عمو خلاص يا عمو خلاص يا عمو الله يرضى عليك ركز بالحصة. الجملة رقم 19. Next week I my friends in the avenues. Next week I my friends in the avenues. Which means يعني الأسبوع الجاي. ده معناها ايه معناها future معناها مستقبل. ليه يا أستاذ عندي في الجملة كلمة next. لما بنشوف كلمة next على طول نتذكر قاعدة الايه شباب قاعدة الفيوتر. Which means زي ما انت شايف كده I'm meeting. ولا ميت ولا مات ولا هاد مات. ركز 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 يا تامن. ركز يا تامن تجيبها يا تامن. I meeting لوحدها غلط. لازم تقول I'm meeting. اللي كتب الإجابة كتبها نقصة بس ما فيش مشاكل خالص. يبقى الإجابة هنا I am meeting. برافو عليكو يا شباب. يبقى الإجابة الصحيحة I'm meeting ليه بقى. تعال ننكرك بيه التكوين بتاع الزمن. الزمن هنا مضارع مستمري بيستخدم معه الترتيبات المستقبلية في المستقبل. اللي هو ايه يا أستاذ المضارع المستمر. I am is our verb I need g. لما تشوف أي كلمة زي كلمة tomorrow أو next أو soon أو in the future. على طول تعرف إن الزمن إيه؟ تعرف إن الزمن مستقبل هنا يا شباب. ويبقى التكوين بتاعنا الصحيح I'm meeting ليه؟ علشان كلمة next موجودة في الجملة زي ما أنت شايف. برافو يا شباب أحسنت يا وفاء أحسنت سبحان الله وبحمدي أحسنت يا أحمد. يلا يا شباب ممتاز. الجملة رقم 20 يا شباب. What a difficult word. I need to locate in the dictionary. تقدر تقولها كده في البريتش انجليش. لو حبيت تنطق القموس زي ما الأستاذ بينطق هتقولها dictionary. which means القموس برضو. يبقى عندي dictionary وعندي dictionary. ممتاز يا شباب. طيب أنا هنا عارف الفعل لك وعارف إن بيجمع حروف جر معينة. تعالوا كده نجاوب الإجابة الصحيحة هنا يا شباب. What a difficult word. I need to locate to locate up. أحسنت يا فيصل. شايف الناس اللي مركزة في الحصة. شايف الناس اللي عاوزة تستفاد. أحسنت يا بطل الأبطال. ما شاء الله عليك يا محمد يا فيصل. ما شاء الله عليك يا بطل الأبطال. مرافو عليك يا شباب. طب بقول لكم إيه. ما تيجوا بالمرة كده. نراجح حروف الجر اللي بتيجي مع الفعل look. راجع معي. Look it up. معناها يبحث عن كلمة في القموس. طب look for. لا يبحث عن حاجة عادية. يبحث عن مفاتيح. يبحث عن كتاب ضائع. يبحث عن شخص ضائع. فتقدر تقول look for. طب انتو عارفين. Look out. معناها يحترس. Look out. معناها يحترس. دايما بتيجي مع الخطر. Look out حاجة. هتحصل سيارة معدية. فيه نار. فيه خطر. فبتقول look out. معناها يحترس. طب look after. معناها يعتني بي. خلي بالك. حرف الجر مهم جدا. بيجي في الاختبارات دايما يا شباب. الفعل look. مع حرف الجر after. which means. معناها يعتني. برافو. يبقى حروف الجر مع look. بتيجي يا شباب. بتيجي والله. طيب يلا بينا في السؤال رقم 21. don't skip breakfast. said my mother. يعني اوعى تفوت الفطار. امك خايف عليك. والدتك خايف عليك. فبتقول لك لا تفوت الفطار. ما تروحش المدرسة بدون افطار. جميل جدا. طبط يلا بينا. عاوز احاول الجملة لك ال report speech. الكلام المنقول يا شباب. وعندي الجملة بدأ بكلمة don't. وانتو عارفين كلمة don't هنا. بتيجي معه. يعني ايه النيجاتيف. يعني النافي. طب احنا بنعمل ايه في كلمة don't يا شباب. زي ما انتم شايفين كده. بنقول لها مع السلامة. وبنحذفها. ونستخدم مكانها الرابط. ها. نستخدم مكانها الرابط not to. زي ما الافطال جاوبوا. يبقى حنقول not to. وكمل الجملة بالازرع. يلا بينا. my mother asked me not to skip. not to skip. not to skip. breakfast. not to skip. breakfast. which means. يعني قلة اضيع. او قلة افوت الافطار. لان طبعا وجبة الافطار مهمة جدا ليه النظر والابصار. ومهمة جدا ليه الصحة العامة. فلازم تفتروا الصبح. وخاصة في الاختبارات. يبقى الاجابة الصحيحة هنا نقراها كمان مرة يا شباب. my mother asked me not to skip breakfast. my mother asked me not to skip breakfast. معناها ايه. الا اضيع. الا افوت الافطار. لاحظ يا شباب. انك بتحذف don't. ولما بتحذف don't. بتستخدم not to. ونطو هنا معروفة. معناها ايه. الا. او ان لا. ان لا اضيع. او ان لا افوت الافطار بتاعي. ممتاز. طب. يلا بينا كده نساعد انجليزي سهل كده. وناخد كده نفس كده عميق. وتحاول تنشر معنا الفيديو في العشر ثواني اللي موجودين فيهم دول. وحاوزك اقول لك نصيحة. وانت بتنشر الفيديو مش هحل الجملة رقم اتنين وعشرين. لما اعطيك الفرصة انك تنشر وتساعدنا في النشر. يا شباب الموضوعات التعبير اللي احنا كنا قلناها دي موضوعات للتوقع. واحد بيجي يقول لي على الخاص. استاذ لو سمحت تقول لي الموضوع اللي هيجي. هو الاستاذ نبي. لا يا حبيبي. الاستاذ بيتوقع. الاستاذ بيقول لك التوقعات. من خبرته الكبيرة. بيقول لك الموضوعات اللي بتيجي في الاختبارات. الموضوعات دي مهمة. بنسميها high frequent topics. يعني موضوعات بتيجي دايما في الاختبارات. والاستاذ عرفوا منين. بيشوفوا على طول في الاختبارات السابقة. تمام. الاستاذ كده زي ما بيقولوا كده. ما بيقراش الورقة ولا الودع ولا الكلام اللي ها. لا الاستاذ ما عرفش. اي موضوع هيجي لانه مش هو اللي حط الاختبار. وهل بالله عليك لو انا اللي حطت الاختبار هقول لك الاختبار. مش معقول طبعا لان دي امانة علمية فمنفعش ان انا اقول. لكن الاستاذ بيحط ايده على المواضيع المتوقعة. ايوا المواضيع المتوقعة اللي ممكن تيجي. وان شاء الله بإذن الله ليلة الاختبار لما تيجوا كده هطلع لكم في بث مباشر على الانستجرام. علشان نتوقع معاكم واحد من ثلاث مواضيع مهمين جدا. ونقلص الخمس موضوعات الى ثلاث موضوعات بس نركز عليهم بس الكلام ده ليلة الاختبار. علشان تكون درست وتكون زبطت كل الدقيقة. تعالوا كده يا شباب بقى نحل السيار رقم 22. يلا بينا يلا بينا. مش حد يزعل من الكلام ده ليه بقى. لان الأستاذ عاد مصلحتك. انا لا أعرف الموضوع. لذا أعرف الموضوع مشان اللي حاطت وأعرف بنسبة مئة في المئة كل موضوع حي ممتاز طيب خلينا يا شباب هنا في انا كده دردشت معاكم شو كده علشان بس نسيكل ايه يلا بينا السؤال رقم 22 ارجع معا كده يلا حل مع السؤال 22 The more you study and practice فاكرين قاعدة الضاذة فاكرين قاعدة الضاذة ايوا يا استاذ زي ما انتم شايفين بعد الضاذة فيه مور موجودة هي في الجملة طيب The more you study يعني كلما تدرس اكتر كلما ايه كلما تنجح اكتر كلما تحصل على درجات اعلى اكتر كلما يكون مستقبلك لامع اكتر ايه رأيكم يا شباب The more information you will get احسنت يا محمد ادي اجابة يا شباب محمد ناصر يا رفعة تخليك في الحصة يا محمد The more you study and practice the more information you get ادي اجابة حد عنده اجابة تانية يا شباب مين يجاوب اجابة تانية غير يا محمد يا ناصر الاجابة دي طب ايه رأيكم The brighter your future will be يعني ايه با يعني كلما كان مستقبلك اكثر لمعانا The brighter your future will be The brighter your future will be The higher marks you will get The higher marks you will get كلما حصلت على درجات اعلى خلينا اكتبها لكم The higher marks you will get يبقى شايف كده يا شباب تلات اجابات لجملة واحدة بس تقدر تسخرها او تقدر تكتبها زي ما انت ايه زي ما انت فاهمت جملة نقراها تاني يلا بنا نقراها تاني The more you study and practice The higher marks you will get رحزنا هنا علشان كلمة high الصفة high الصفة قصيرة استخدمت ايه ار معاها فقلت the higher marks you will get طب الي جابة تانية The more information you get The more information you get The brighter your future will be يعني كلما يكون مستقبلك اكتر لمعانا ان شاء الله زي ما انتم شايفين قاعدة ذا بتعتمد على ايه بتعتمد على الصفات الصفات القصيرة بيستخدم معها ايه ار او الصفات الشاذة زي كلمة ماني او ماتش بحويلها الى مور او كلمة لتل بحويلها الى لس ما تنسوش القاعدة لي يا شباب لان احنا كنا دايما بنشرحها السؤال رقم 23 يا ابطال The weather is cold The weather is rainy هنا محتاج ان انا اربط الجملة both ends طب بس تعال كده هو انا هنا حربط الجملة او حربط ايه بالضبط في الجملة انا حربط الصفات يا شباب الصفة cold والصفة rainy معنى ذلك ان انا هحط بوث قبل الصفة الاولى واند قبل الصفة التانية وابدأ الجملة بthe weather اياك اياك ثم اياك ثم اياك ثم اياك ثلاثة اياك ها تلاتة اياك هنا يا شباب ركز اياك ثم اياك ثم اياك معناها تحذير شديد اللهجة انك تبدأ الجملة both ends هقول لك ليه لانك هنا يا بطل الابطال ما بتربطش فاعلين ما بتربطش فاعلين انت بتربط صفتين والصفتين موجودين في اول الكلام لا موجودين فين في نص الجملة يبقى تحط بوث قبل الصفة الاولى وتحط اند قبل الصفة التانية برافو يبقى حنقول the weather is ونحط بقى cold ها ريني ايه المكان الفاضل اللي انت حطيت ده علشان انا نلون لك وزبط لك واخلي لك الجملة شكلها جميل هنحط بوث قبل الصفة الاولى ونيجي على الان ده حطها قبل الصفة التانية يبقى الحل زي ما انت شايف كده the weather is both cold and rainy تعالوا كده يا شباب ايه هما خمس مواضيع حضر يا وفاء حضر بإذن الله يا وفاء فاطمة احمد the weather is both cold and rainy برافو عليك يا فاطمة يلا يا جانا برافو the weather is both cold and rainy the weather is both cold and rainy برافو عليكو يا شباب ان شاء الله تاني بإذن الله تاني نقول لكم على الموضوعات تاني ونحاول نرفع الموضوعات تاني على الريلز وعلى الانستجرام بإذن الله تعالوا طيب يا شباب احنا كده الحمد لله خلصنا الاختبار الاولاني تعالوا بس اقول لكم على موضوع تعبير من الموضوع المتوقعة اللي جات في السنوات السابقة في الموضوع اللي القادم هنا بنتكلم عن ايه يا شباب ركز بالله عليك لان الموضوع ده انا عارف ان فيه كتير منكم ما يعرفش عنه حاجة مش اسم الموضوع لا على الطريقة اللي حيكتب بها الموضوع بص كده معاي بيقول لك هنا ايه some people think that that smartphones make life easier and more convenient others believe they have negative effects يعني فيه ناس معه وفيه ناس ضد خلي بالك من الكلام يعني حاجة اسمها argumentative which means جدلية ركز انا عارف انك ممكن تكون مصدوم دلوقت جدلية جدلية يعني ايه جدلية تعال افهمك علشان تبقى عارف ممكن يكون طالب بينك كيف الاختبار ركز بالله عليك يا تامن الكلام ده مهم وانا عارف انه ممكن يكون ما سمعتش عنه حاجة اصبروا يا شباب الفقرة حنرجع عليها ان شاء الله في اخر البث بصوا يا شباب هنا بيقول لك plan and write a report of two paragraphs بكتب فقرتين not less than ten sentences يعني مش اقل من عشر جمل showing ركز why some people are for smart phones ليه بعض الناس مع السمارتفونس while others are against لكن تانيين او ناس تانية ضد السمارتفونس I'm expressing your opinion وقول رأيك خلي بالك بقى انت هتعمل ايه انت هتعمل المخطط بتاعك عادي اللي انت عارفه المخططة اللي بتحط فيه اسم الموضوع كده في نص السطر كده ها وبتيجي هنا تجي تعمل كده الحركة دي وتحط الفكرة رئيسية الاولى وتجيب الفكرة الرئيسية التانية صح كده وتيجي تحط بقى ايه الافكار الثانوية تحت الايه تحت كل موضوع مش انت بتبني المخطط كده مش انت بتبني المخطط كده مظبوط تمام ممتاز طيب خلصنا المخطط عبينا المخطط الدنيا زبطت معنا في المخطط اوكي انا ما باجي اكتب اصبر بقى لا 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 اصبر بس اصبر بس اصبر يا محمد بس اصبر يا ابو حميد هو هنا عندنا هو في تامن زي ما انت شايف في اختبار تامن مفيش مشاكل هو هنا بتكلم عن تامن اهو ما فيش مشاكل فيه انا بقى بديك فكرة عشان لو جالك كده يبقى انت مستعد غالبا غالبا بيجي الطريقة الاكسبوزيتشي الطريقة التوضيحية او التفسيرية ودي مش عليكم الاسماء قوي انت بتكتبه خلاص انا عارف ان تامن بيكتبه خلاص بتاخد الفقرة وتبنيها وتاخد الفقرة التانية وتبنيها وانفضين لكن لو جاك الموضوع الجديد تعمل ايه ركز معي ركز معي احنا بنكتب اسم الموضوع في نص السطر كده اللي هي سمارت فونز صح كده سمارت فونز جميل واجي كده على المقدمة اللي هو الدهاني اللي هي دهيت شايفين المقدمة دهيت بخدها وانقلها فين بخدها وانقلها هنا في المكان دهوت زي ما تيجي بقى تيجي سطر النص تيجي نص سطر زي ما تيجي ايه في الاختبار حلو الكلام جميل طيب انا ببدأ اعمل ايه بقى خلي بالك من الحتة دي علشان الامر قائم على الابينيونز قائم على الاراء انا قلت هنا ناس بتحب وناس بتكره ناس معه وناس ضد ركز بقى في اللي جاي اللي جاي هو الاهم هنعمل ايه بقى احنا هنبني الفقرة الاولى فهنكتب زي ما الاستاذ كتب كده هتكتب ايه هتكتب العبارة ده هي many people are for واكتب اسم الموضوع اللي هو كان مين كان سمارت فونز سامحونا على الخط لان بكتب بسرعة حلو الكلام واجي كتب for some reasons يعني ايه يعني بعض الناس او كثير من الناس مع الموبايلات لأسباب او لعدة اسباب ده معناه ايه ان الناس هنا هتتبنى وجهة نظرها هي some people are for smart phones for some reasons وابدأ استخدم الترانزيشن ويرز اللي انا عرفها يا شباب first واكتب الجملة الاولى second واكتب الجملة التالتة التانية third واكتب الجملة التال الرابعة واكتب كلمة finally لما اجي اختم خلصت كده الفقرة الاولى طيب في الفقرة التانية اجي اعمل نفس ما عملت في الفقرة الاولى اسيب مسافة هنا يا شباب واكتب ايه others اللي هم اخرين are against ناس تانية ضد واكتب اسم الموضوع بتاع اللي هو smart phones واكتب نفس الكلمة for some reasons for for some reasons يعني ايه بعض الناس مع او ضد smart phones لعدة اسباب احفظ الجملتين دول some people are for والجملة التانية تكتب فيها ايه some people are against يعني ناس معه وناس ضده تستخدم نفس الترانزيشنينج ويرز اللي انت استخدمتها عادي في الفقرة الاولى first second third وممكن تكتب كلمة lastly طيب بعد لما خلص الفقرة الاولى والفقرة التانية اعمل ايه الحتة اللي جا ديه خطيرة جدا ولازم تاخد بالك منها قوي الا وهي انك تستيتش your personal opinion تقول رأيك الخاص اقول رأيي الخاص بيه العبارة دي انا طبعا بكتب الكونكلوجين دلوقتي اللي هي الخاتمة يا شباب ها الخاتمة بكتبها ازاي بكتب العبارة ده in my opinion طب لو ما انتش عارف فا اكتب العبارة دي ات i think وحتقول رأيك يا بطل الابطال في اخر جملة عندك لما تيجي تتكلم عن smart phones في الختام يبقى تاني الفقرة الاولى حبدأ بعبارة ايه many people are for ناس كتيرة معا واكتب first, second, third, fourth, finally طب في الفقرة التانية ابدأ بعبارة others are against واكتب اسم الموضوع for some reasons واكتب first, second, third, fourth, finally واجه في اخر فقرة خالص اللي هي الجملة الاخيرة الختامية اكتب in my opinion وقل رأيي او i think وقل رأيي ده اسمه الطريقة الجادرية على شكل مصغر كده من اللي انت هتاخده ان شاء الله لما تجبر وتروح الصف في الحدي عشر والثاني عشر لان حتى عشر ما بدرسش الطريقة دي ان شاء الله تدرسوها لما توصلوا 11 و 12 بإذن الله تعالى طيب الطريقة دي سهلة الطريقة دي سهلة جدا كل اللي انا عملته هتكتب some people are for وفي الجملة التانية في الفقرة التانية هتكتب some people are against وتيجي في اخر جملة اخر جملة تكتب رأيك الخاص يبا انت كده كتبت مقال جدل يا بطل ايه رأيك اظن الموضوع سهل هوت والدنيا سهلة خالص حبيت ان انا اعرفكم بس بالطريقة الجدلية في الكتاب ممتاز جدا حضرتك الميس تبعت الصف قالت ان لو كتبنا التوبيك الموجود بالورقة راح تاخد نص العلامة هل هذا صحيح لا ابو السيالين هو انا دايما بقول ايه يا ماما لما تيجي تكتبي كم جملة عشر جمل هل لازم اكتب العشر جمل بس لا انا من وجهة نظري وانا هو دخليني اوريكي نفسي علشان برضو تيب انت يعني شايفاني ومرتاحة وانا بتكلم من وجهة نظري يالين اهلا يالين وتحية لكل الناس اللي بتكتب ايجابات وتعليقات وكل الناس المتحمسة معنا وكل الناس اللي بتشارك معنا في اللايب عادي لو انت كتبتك جملة الانترو دكشن الاولى عادي ما بهاش مشاكل خالص بس انا بقول ما تعدهاش ما تعدهاش يعني المفروض تكتبي اكتر من عشر جمل اكتبي الجملة بتاعتهم كمقدمة مفيش مشاكل اكتب الجملة الاولى كمقدمة مفيش مشاكل ولكن انت زيدي على الجملة الاولى زيدي على الجملة الاولى. يعني بدل ما تكتبي عشرة اكتب اتنشر. اه هو انا لازم ازيد؟ لازم تزيدي. ليه؟ علشان انت بقى انت متطمنة. ليه؟ لربما وانا بصحح كده جيت لقيت الجملة دي مهيش جملة. لقيت الفكرة دي مهيش فكرة. جيت استخصمها من ايه؟ من باقي الافكار. فبالتالي تقضي درجات تنقص في الدرجات. فانت زيدي. زيدي. صح كده؟ صح يا شباب؟ صح يا بنات؟ صح يا شباب؟ ممتاز. يبا بدل ما اكتب عشرة اكتب اتنشر. بدل ما كل فقرة اكتب خمسة وخمسة لا اكتب ستة وستة. وضحت كده يا ابطال يعطيكو الف عافية. خليني كده بقى يعني اشيل وشي بقى العكر ده. طيب. تعالوا بقى ناخد التمرين الرابع. التمرين الرابع هنحل برضو منه سؤال الفوكاب وبعد كده ناخد سؤال الجرامر وفي الاخر ناخد الايه؟ ناخد الكمبرهنشنز يا شباب مع بعض بإذن الله تعالى. طيب ايه ابطال؟ جاهزوا نفسوكم كده. جاهزوا نفسوكم في حصة تانية. بإذن الله تعالى اي لايف يا شباب. انا ببعت على طول ريلز. ببعت على طول شورت فيديو على طول لكم. اعرفكم بالمواعد ما تقلقوش. ان شاء الله ما فيش حاجة تروح منكم ابدا. ماشي? بس اهم حاجة تابعوا وسائل التواصل بتاعتنا ومنصتنا على الانستجرام وعلى اليوتيوب وكمان على التالجرام يا شباب عشان تعرفوا كل الاخبار بتاعكم. طيب يلا يا ابطال. يلا ان شاء الله يا محمد يا فيصل يبقى في حصة تانية. بس النهار ده هناخد حصة واحدة بس. وهيبقى لايف واحد بس. علشان ان ليه اخ يا اخت في الصف التاسع يا شباب يعرفهم ان احنا عندنا بث الساعة التمانية بإذن الله تعالى النهاردة. طيب نبدأ نحل مع بعض السؤال الاولاني في النموذج الرابع. choose the correct answer from A, B, C or D. يلا نختار الاجابة الصحيحة نقرأ مع بعض ونتذكر التكنيكات اللي احنا كنا قلناها في بداية الحلقة لما نحل سؤال الفكاة. جملة الاولى بتقول ايه يا شباب? The workers were climbing up and down the while painting the wall. هم. ركز معايا كلمة مفتاحية خطيرة جدا في الجملة. وهي كلمة climbing up and down. اللي هي ايه? يطلع ينزل. يطلع ينزل. يطلع ينزل. يطلع. وينزل على ايه يا شباب? يطلع ينزل على ال ladder. which means السلم. صحي كده? يبقى الاجابة هنا زي ما الشباب قالوا كلمة ladder. وطبعا كلمة workers او painting the wall. كلمة من الكلمات المفتاحية اللي تساعدك كتير في الحل اللي هي اللي هي صبغة او دهن. ها? دهن الايه? الجدار. طبعا انت عارفين كلمة الصبغة. صبغة للجدار او دهان الجدار. طبعا بيحتاج سلم. والسلم طبعا بيطلع وينزلوا من عليه. فطبعا المعنى هنا الصحيح كلمة ladder بمعنى السلم يا شباب. لان في كلمة climb up and down. بيتسلق صاعدا ونازلا. فيبقى كده الاجابة صحية كلمة ladder. which means السلم. مرافو. جملة رقم اتنين احسنت يا ابراهيم احسنت يا محمد يا فيصل. امال الناس فين في التعليقات. الناس فين التعليقات يا شباب. عندنا ستة وسبعين واحد في البث. فين الناس اللي بتكتب. اتنين تلاتة بكتبوا بس انا عاوز كل الناس ت جاو. انا لا اتنازل ابدا. انا عاوز كل الناس تجاو. تعرف في الامس كان البث تقريبا فيه متى مية وتسعين واحد في سادس وسبع. يعني تقريبا في كل بث. وتقريبا سبع تلاف تعليق. سبع تلاف تعليق يعني كل كويت كانت بتعلق معنا مبارح. فين تامن النهاردة. فين تامن النهاردة يا شباب. استحث فيكم النخوة. استحث فيكم الشجاعة. ها والتفاعل. يلا بنا يا ابطال. كل الناس تجاو. كل الناس تجاو. انا مش حاوز واحد يبقى قاعد كده وبتفرج عليه وخلاص يلا يا الشباب كل الناس تجاو ممتاز يلا بينا ها طيب الجملة رقم اتنين Will you the news that your dad is coming next week? ايوه will you a the news كلمة الاخبار بتيجي مع كلمة ايه ها please confuse assume ولا spread ركز معايا هنا في الاجابة طبعا spread بمعنى ما تنشرش الاخبار ان بابا جاي بكرة او جاي الاسبوع الجاي صحي كده spread the news which means يعني ينشر الاخبار يعرف الناس كلها ما تعرفش الناس كلها ان بابا جاي الاسبوع الجاي don't or will you spread the news هل ستنشر هل ستنشر الاخبار ان بابا جاي الاسبوع الجاي yes spread the news spread the news دايما كلمة collicated together دايما بيجوا مع بعض يا شباب ممتاز سؤر رقم ثلاثة the young girl the young girl ran the departing train waving goodbye يعني قاعدة ايه ها بتركض ها على ال departing train اللي هو القطار اللي اللي الرحل فبتقول ايه مع السلامة بتحرك كده ايديها وبتقول لنا مع السلامة طيب gradually ولا previously ولا alongside ولا necessarily الاجابة هنا يا شباب الساز ممكن تعيد الشرح لانه دخلت على البث مباشر ان شاء الله يا حمزة الفيديو حيبقى مسجلة حبيبي حينزل مباشرة مباشرة بعد لما اللايف يخلص على الانستجرام وبرضو ان شاء الله هتحصلوا على اليوتيوب يا بطل ابطال تمام يلا يا شباب عندنا كلمة please ولا عندنا كلمة confused ولا assume ولا spread الاجابة هنا الصحيحة يا شباب هي كلمة alongside which means يا شباب يعني على طول بمحازاة صح الكلام اجابة صحيحة the young girl ran alongside the departing train كانت بتجري بمحازاة القطار المغادر كانت يعني بتحرك ايديها كده وبتقول لنا good bye مع السلامة ممتاز alongside معناها بطول او بمحازاة will done جملة رقم اربعة the PE طبعا احنا عارفين ال PE اللي هي physical education التربية البدنية مدرس التربية البدنية could form a team يشكل فريق of highly what basketball players basketball players اللي هم لاعبة اللي هي الباسكتبول فهنا حنقول ايه مع كلمة highly ايه المناسب مع لاعب كرة السلة ها باسكتبول players تقول هايلي ايه highly talented ولا highly innocent ولا هايلي wearable ولا dramatic ايه رأيكم شباب ها يوسف يا علي استاذ انت مقفل التعليقات في الانستة لان دلوقتي يا بطل افطال محتاج منكم انك تروحوا على قناتي على التليجرام انجليزي سهل وتعلق هناك علشان يبقى الدنيا هادية وزي ما انتم شايفين الدنيا هادية جدا على الانستجرام وكل الناس شايفة الشاشات وشايفة الاجابات وده كويس للجميع يبقى هنا يا شباب الاجابة هنا حتكون ايه يا شباب محمد ناصر انت لسه لا احنا بنقول تالنتد يا محمد الاجابة هنا يعني ايه بقى highly talented يعني ما شاء الله عالي الموهبة الموهبة عالية يعني محترف باسكتبول محترف الباسكتبول بنسميها ايه highly talented يعني عنده موهبة عنده موهبة ما شاء الله كده عالية جدا highly talented دايما الكلمة دي كل وكاة معناها ايه highly talented معناها عالي ايه علي الموهبة عالي الموهبة ممتاز طيب ننتقل بقى مع بعض ليه النمط التاني من الكلمات وهو سؤال الفيلن وزي ما انتم متعودين خمس كلمات اربع جمل وفيه كلمة زايدة ومهم جدا انك تبقى عارف التكنيك بتاع الحل وهو اجزاء الكلام تعالوا كده نفوت على الكلمات دي وقولولي هنا بقول عليها فعل وعندي بقول عليها ادفر بقول عليها فعل معناها صفة وعندي الفعل يا شباب بيجي هنا بمعنى يصوت يبقى انا عندي كم فعل عندي تلات افعال وعندي ضرفين تلات افعال وضرفين هنعمل بيهم ايه تعالوا كده بقى نشوف الجملة رقم خمسة يا بسمالة ونحل الجملة رقم خمسة طبعا احنا عارفين كلنا الاسعاف عربات الاسعاف took the injured people خادت المصابين to a hospital انا هنا عاوز اصبط او عاوز اوصف هنا عاوز اوصف من اوصف ال hospital بايه ها فين الكلمة اللي ممكن تصف ال hospital هل ينفع ان انا استخدم فعل هل ينفع ان انا استخدم ظرف اه ممكن ممكن استخدم الظرف هنا كصفة خلي بالكم يا شباب وهنا هناخد الظرف نير باي خلي بالك هنا جايك كادجكتف يا شباب جايك كصفة فهناخد نير باي الاجابة رقم خمسة يعني ايه نير باي hospital يعني مستشفى قريبة لان دايما انتوا عارفين ان الحادث بيبقى يعني السرعة و المسافة يعني بيتعلق حياة الانسان عليها يعني عشان كده بيبحاثوا عن المستشفىات القريبة من الحوادث دايما علشان يلحقوا من ينقذهم الارواح yes نير باي hospital حاولت تقرأ كده زي ما الاساس بيقول نير باي hospital which means المستشفى القريبة مرافو يا شباب احسنت يا الشماري منور يا الشماري منورين يا شباب كم واحد بيكتب اتنين تلاتة والباقي عواجيز كم واحد بيكتب اتنين تلاتة والباقي عواجيز الباقي بيعملوا ايه ان شاء الله بيشربوا شاي ولا قهوة ها الباقي بيشربوا ايه يا شباب اه يلا قولولي اتنين بس تلاتة بيكتبهم وخلاص فين الباقي عندي كده تقريبا خمسة وسبعين في الباث فينكو اكتبوا يا شباب يلا يا هشام احسنت يا هشام يلا بينا السؤال رقم ستة Madison industry صناعة الدواء is the most business nowadays Madison industry يعني صناعة الدواء is the most e اه مع كلمة business في صفة معينة بيتيجي يا شباب في صفة معينة بيتيجي مع كلمة business يا شباب هي الاجابة وهي كلمة ها حد كتب للحين ما في احد بيكتب واحد ولا اتنين اللي بيكتبوا جانا ومحمد فيصل الاجابة الصحيحة هنا يا شباب حتكون ها profitable يا فاطمة يا احمد برافو يا فاطمة فينك يا فاطمة الاجابة رقم ستة يا شباب حتيبها profitable which means معناها ايه يا شباب معناها مربح العمل المربح ها profitable business برافو عليك يا شباب الجملة رقم سبعة يا ابطال يلا بينا يا ابطال يلا بينا يا شباب الجملة رقم سبعة بتقول ايه how can we are homeland if we don't have an army how can we are homeland if we don't have an army كيف نستطيع ان ايه بلدنا وطننا اذا ما كانش عندنا جيش ها يبقى انا عندي الفعلي هنا هناخد ايه يا شباب how can we how can we how can we ندافع ايوه ندافع يعني ايه يا شباب how can we defend احسنت يا مالك احسنت يا مالك سوريا مالك اريد اسمك بالغلط سوريا مالك الاجابة الصح يا شباب defend صح الاجابة رقم سبعة defend يعني ندافع defend معناها يدافع طيب بقول لكم ايه يا شباب اسمحوا لي كده احاول ان انا ابعت الرابط بتاع انجليزي سهل على جروب الجروب التالي جرام لان انا عارف ان فيه ناس دلوقتي يعني يبدو كده ان هي ما تعرفش الجروب حتى الان فحبعت انا على جروب الواتساب على الجروب بتاعنا ليه الصف الثامن اقولهم يا شباب اهوت التالي جرام اهوت للمشاركة يا شباب يلا جاوبوا جاوبوا معانا جاوبوا معانا جاوبوا معانا في اللايف باللايف ها يلا بينا يا شباب تمام يلا بينا ممتاز كده احنا ما اصرناش معاك هو تبعتنا الرابط على جروب الواتساب تعالوا كده نرجع ليه الحل بتاعنا ونشوف اجاباتنا يلا ابطال نشوف اجاباتنا تاني ونبدأ نحل تاني يلا بينا ها الجملة رقم اه دلوقتي تمانية يلا الجملة رقم تمانية يا شباب ها هنقول ايه يو كان يور كويت دينارز وث دولارز ركز معايا يو كان ايه يور كويت دينارز او لما تشوف العملة الكويتية تقول ايه هنا يا شباب يو كان ايه يور كويت دينارز اه طالما لها علاقة بالفلوس يبقى اكيد التحويلات بالظبط كده يبقى الاجابة هنا يا شباب هنا حتكون ايه رقم تمانية ايه انا بعتلكم الرابطة والت الناس المشتركة معانا على جروب الواتساب يلا بينا يو كان اكس اتشينج احسنتو ابطال بمعنى ايه اكس اتشينج معناها يتبادل برافو عليكو الاجابة الصحيحة هي كلمة اكس اتشينج ليه بقى يا شباب هنا لان زي ما انتم عارفين دايما الكويت دينارز عملة والماني دايما بيبقى معها الفعل ده دايما بتقول اكس اتشينج ماني يعني يتبادل الفلوس اكس اتشينج دولارز يتبادل الدولارات اكس اتشينج كويت دينارز ايجيبشن باوند الجنيه الماصري او العملات كلها بتاخد كلمة اكس اتشينج معناها يتبادل برافو يبقى كده خلصنا الكلمات في الاختبار الرابع وحندخل على الجرامر وبعد كده نختم به الكمبراهنشن يا شباب زي ما احنا متعودين ممتاز تشلت الكوريكت انسر من الجرامر عوزك تركز معي وعوز الناس تبدأ تشارك معي يلا شاركوا يا شباب ركز معي في السؤال الوظيفة الرئيسية لي الام تشارك ايه ان هي ايه عاوز اقول تعتني بيه طرعه عارف حروف الجره اللي بتجمع الفعل لك اللي كنا رجعناها في الاختبار السابق ايوه يبقى هنا هناخد ايه هناخد كلمة ايه هناخد كلمة ايه هناخد كلمة افتر برافو عليكو انها ترعى او تعتني بيه ابناءها برافو لك افتر معناها يعتني بيه فاكر فاكر حروف الجره ولا محتاج ان احنا نراجعها تاني قلنا لك ات معناها ينظر الى لك اب يبحث عن كلمة في القموص قموص سوري لك افتر معناها يعتني بيه وعندي لك اوت معناها ينتبه او يحضر صحي كده ممتاز طيب الجملة رقم 12 يا شباب ايوه كده شايف التعليقات زادت ازاي شايف التعليقات زادت ازاي ده دليل على ان الناس ما كانتش تعرف ويبقى احنا كده موقصرين معاكو معليش شباب يلا حصل خير طيب الجملة رقم 18 يا شباب طبعا احنا عارفين كلمة ناكست ويك اهيت بتدل على المستقبل معنا هنا في الجملة فحناخد بقى ايه من الاجابات هناخد ار ترافلين ولا هاف ترافلين ولا ترافلين ولا ترافلين طبعا عندي كلمة ناكست ويك تدل على الفيوتر تدل على المستقبل طب فين التنسي بقى هنا يا شباب الاجابة هنا حتكون ايه يا شباب في رقم 18 ار ترافلينج يا محمد يا بور عبرافو عليك يا ولد يا سلام عليك يا بوحميد علشان فيه في الجملة كلمة ناكست ويك اللي هي بتدل على المستقبل يا شباب فحناخد اه المضارع المستمر وزي ما كنا شرحناه في الاختبار السابق انه قلنا المضارع المستمر بيجي ليه التعبير عن الترتيبات المستقبلية وبنستخدمها مع كلمة زي كلمة ناكست وكلمة زي كلمة تمورو او سون او in the future يا شباب طيب الجملة رقم 19 يا ابطال there are books about history in our library you can find what you need there are books about history in our library you can find what you need اه يوجد كتب ايه عن التاريخ في المكتبة وتقدر تلاقي اللي انت محتاجه فحقول ايه a lot a little many ولا كلمة much ها الاجابة هنا يا شباب ايه الاجابة في رقم 19 يا حبيبة يا طارق ايه برافو عليكي الاجابة هنا ماني يا شباب حد عارف ليه حد عارف ليه مين يقدر يكتب لي التعليقات هنا يا ترى ليه هنختار مني علشان كلمة بوكس معدودة يا استاذ والجملة زي ما انتم شايفين هنا جاية مع المعدود فيه كلمة ار وفيه كلمة بوكس يا شباب وده كلام بيعبر على الاسماء المعدودة فالاجابة الصحيحة هتكون كلمة ماني وماني طبعا زي ما انتوا عارفين معناها كثير للعدد ليه قلت ماني بوكس لان بوكس معدود ليه قلت ماني بوكس لان فيه ار وار بتيجي مع المعدود الجامع المعدود وبالتالي الاجابة الصحيحة كلمة ماني طبعا يا شباب ما ينفعش يستخدم اليتل ولا مطش لانها بتيجي مع غير المعدود وكلمة الوت لو معها حرف الجر اوف كانت هتبقى صح ولكن مفيش حرف الجر اوف يبقى مفيش الوت الاجابة الصحيحة زي ما انتوا شايفين هي كلمة ماني برافو 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 يالين احسنت يالين احسنت يا رانا احسنت يا ابطال برافو عليك يا شباب الاجابة الماني انها بتيجي مع العدد او الجمع المعدود برافو الجملة رقم 20 يعني كلما قضى العواجيز الشياب وقتهما بيمرسوا الرياضة كلما كان أكثر صحة لهم كلما ازدادت صحتهم تحسنا أو كلما تحسنوا أكثر صحي كده صحتهم جات على الرياضة أكثر صحي يبضى ذا مهمة جدا وقاعدة أنا شرحتها في الاختبار السابق ممتاز تعالوا بقى يا بطل تعالوا بقى يا أبطال تعالوا بقى يا شباب يلا بينا يا فاطمة يلا بينا يا مالك يا رانا يلا يا أبطال الجملة رقم 21 حلوا معي جين is good at using computer ماري is good at computer too الله عاوز أستخدم بوث اند بس خلي بالكم هنا لي استخدام بوث اند هو جيبها لك كابتال لا تردام عنها ايه انها هتحل محلته سوبجيكتس فاعلين ودائما الفاعل بيكون موجود فين في بداية الجملة مظبوط يبقى هنا هتيجي بوث اندي فين هتيجي مكان جين ومكان ماري قبل جين وقبل ماري ليه لان دول سوبجيكتس لان دول فاعل وبالتالي لازم ابدأ الجملة ببوث اند طيب لما ابدأ الجملة بوث اند بقى يا ابطال يلا يا وحوش حلوا كده معايا الجملة الجميلة دي يلا بينا انا منتظر اجابتكم غششوني يلا الجملة 21 هنقول ايه هنا يلا بينا بوث الاثم الاولاني جين and الاسم التاني ماري ها منتظر بقى استاذ لما اكتب تعليفتي يتمسح لما احد يديز كومنت ليه بقى يا حمد لان فيه ناس كتيرة بتكتب معاك يا بطل ابطال طيب ماشي طيب انا هشوف الموضوع ده ان شاء الله ماشي يا ابطال هنقولي بوث جين and mary ار هو ده لانا منتظر انا رضيتش اكتب الاجابة علشان اشوفكم حتكتبوا ايه ليه قولنا ار هنا يا شباب ليه قولنا ار لان انا هنا بربط two subjects وي الفاعلين هنا جمع وبالتالي الفعل هنا لازم يكون جمع وخلي بالكم خلي بالكم ها ار ايه ار يوزين او ار جود ات يوزين كومبيوتر صح كده خلي بالكم يا شباب من حتة مهمة جدا 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 انا وهي لما بتيجي تستخدم بوث اند لربط فاعلين ايوة اده فاعل واده فاعل يبقى الفاعل لازم يكون جمع خلي بالكم احيانا بتضطروا كمان انكم تجمعوا التكملة يعني اذا كان بعد ار فيه اسماء بتجمعها يعني مثلا كلمة تيتشر لازم تقول تيتشرز خلي بالكم داكتور لازم تقول داكتورز كل اللي بعد الفعل بيجمع لو كان عندك اسم ولا حاجة هتجمعه تمام ياس ممتاز يا شباب يبقى الفعل هنا مع بوث اند لان انا بربط two subjects بربط فاعلين لازم الفعل هنا يكون ايه لازم يكون في حالة الجمع زي ما انتم شايفين في المثال ممتاز يلا بينا سعر رقم 22 ساعدني في الواجب يعني ايه من فضلك ساعدني في الواجب دا اسمه ايه دا اسمه request طلب مهدب او بيستخدم الامر يعني كفيق الطلب فممكن يستخدم الطلب ساعدني في الواجب بتاعي فبيقول لك هنا كمل وحول الى reporter speech في حالة الامر وحنا عارفين القاعدة دي كويس ودرسينها طيب انا هنا هقول ايه انا عندي كلمة please هحذفها وعندي help الفعل النظيف المثبت هستخدم معاه ايه في حالة الرب to برافو برافو يا شباب النايف في الشمالي my sister asked me to help her with her homework خلي برك الجملة دي مليانة تحويلات يلا بينا نكتب الاجابة asked me to help اول حاجة me حولناها الى her with with وحولت كمان my الى her لان بكلم اختي شايف الجملة وحلوتها حصل فيها ايه ركز معايا استخدمت to للربط we بعد to جي فعل النظيف وحولت me الى her وكمان حولت my الى her زي ما انتم شايفين في الامثلة لازم تاخدوا بالكم من الحاجات الجميلة ديت يا شباب ممتاز الجملة رقم 23 يا ابطل i like to be help at home because it's difficult for my mom to do all the work alone يعني ايه احب ان انا اكون متعاون في البيت لاني صعب جدا على امي يا سلام يا ودي حساس انت سلام يا ودي اللي بتحب والدتك انت اللي بتساعد والدتك انت ها مش زي كل الناس في ناس كتيرة شايلة ايديها من اللعبة خاصة الولاد لكن البنات انا عارف ان البنات وتحية كبيرة لكل بنت بتساعد امها في البيت يا سلام انا عارف ان البنات الولاد دلوقتي ممكن يزعلوا مني بس هي دي الحقيقة البنت بتساعد امها كتير في البيت الولاد شايل ايده احنا كنا كلنا ولاد وكنا عارفين ايه اللي بيحصل يعني يعطيك الافية يا بنات واي عاطيك يا شباب ساعدوا والدتكم يا شباب سواء كنت ولاد او بنت الام تستاهل ما تزعلوش بقى من الناس اللي ايه اللي بتاخد المعاني بشكل سلبي لازم كلنا نتعاون ونساعد والدتنا في البيت لان الام تستاهل احنا عارفين طبعا حديث الناب عزيلا السلام اللي بيقولة الجنة تحت اقدام الام هات فلازم البنات والولاد يساعدهم أباهم وأمهاتهم في البيت ولا إيه نظبوط أيوة لازم نساعد بعضنا نظبوط يا شباب تمام الجملة رقم 23 يلا بينا يا شباب I like to be أحنا ما حلناش أحاول أحل الجملة حاول إيه هنا هحتاج أحول الفعل help إلى صفة ها ها هاقول إيه helpful يا السلام عليك ما ينفعش help يا جانا ما ينفعش help يا السعود خلي بالكم يا شباب ليه بقى لأنني عاوز بعد بي يجي صفة عرفت إزاي بقى أنني محتاج صفة هنا بعد بي يجي صفة بعد بي يجي صفة فين الصفة بقى من help هاقول helpful طبعا إحنا دارسين يا شباب حاجة اسمها اللي هي الزائدة الخلفية التي تضاف للفعل لكي تحول الفعل إلى صفة كان عندنا الفعل help معناه يساعد لما تيجي تزل لها ful معناها helpful معناها مساعد أو متعاون ده يا شباب قاعدة بسيطة جدا ممكن تكون موجود عندكم في الثامن فمرنا عليها وبردو خدنا عليها مثال علشان بردو نبقى فاهمين تبقى help يساعد أما أجي حولها إلى صفة أزد لها ful فتبقى أي يا شباب تبقى helpful زي محمد البرعي البطل أحسنت يا أستاذ أنت حطيت في اليوتيوب لا 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 اليوتيوب موجود يا رانا اليوتيوب إن شاء الله موجود يا شباب دايما البث هنا على الانستجرام بسهولة الوصول للناس إن شاء الله بإذن الله برضو الفيديو بينزل على اليوتيوب إن شاء الله بإذن الله إذا ما كانش النهاردة هيبقى بكرة الصبح بإذن الله تمام إحنا كده خلصنا سؤال الجرامر بقى إنا بقى السؤال الجميل اللي هو سؤال إيه يا شباب اللي هو سؤال الاستيعاب الاستيعاب الاول تعالوا كده نشوف الاستيعاب الاول معنا النهاردة بتكلم عن travel السفر والسفر إن شاء الله يعني موضوع جميل جدا وأنا دايما أحل بقى سؤال القطعة بيعني زي ما بيقولوا كده بقى بتركيز وتماعن واستمتاع بحب سؤال القطعة جدا وعاوزكوا تحبوه لإنه سهل سهل ليه لإنه اسمه comprehension عارف أنه كلمة comprehension بالإنجليزي معناها فهم استيعاب فإنت لما بتقرأ حاجة وتفهمها معناها إنك بتفهم خلي بالك من الكلام ده أيوة إنك تقرأ حاجة وتفهمها معناها إن الحمد لله أنت لسه بشر أنت لسه إنسان بيفهم يعني فده حاجة كويسة فإنت لما تقرأ شيء وتفهمها إفرح إن الحمد لله إن ربنا أداك عقل وبتفهم فده شيء كويس طيب تعالوا كده بقى نحل مع بعض القطعة أستاذ لو سمحت بقى هو أنا أبدأ القطعة في المتحان بيق القراءة القطعة الكبيرة الطويلة المملة ديت لا أنا بأجي على السؤال الأولاني وأبدأ أحله على طول يا شباب اقرأ كده معايا السؤال رقم تسعة وحرافك إزاي تجيب الإجابة بشكل سهل سؤال بيقولي طيب أما هو يسألك في الفقرة الثانية إيه الداعي إنك تقرأ الجملة كلها والقطع كلها هو هنا السؤال التحديد على الفقرة الثانية يبقى هنا هتعمل فوكس أون على الفقرة الثانية طيب تعالوا نقرأ الإجابات الأول في السؤال الرقم تسعة يا شباب People travel for different reasons which means الناس بتسافر لأسباب مختلفة We can learn new things by traveling نتعلم أشياء كثيرة بالسفر Traveling is important and has many benefits السفر مهم جدا وله مزايا كثيرة ركز Traveling nowadays is much easier than in the past السفر الآن أسهل بكثير من السفر في الماضي طيب ما تيجي كده نقرأ مع بعض الفقرة الثانية علشان نشوف وركز قوي ركز قوي على بداية الفقرة طيب علشان نشوف الإجابة المناسبة هنا إيه طيب الجملة الثانية أو الفقرة الثانية بتبدأ منين ركز معاي أهو أدي الفقرة الثانية اللي السؤال جاي عليها يا سلام رائع شايف التكنولوجيا بقى تعالوا كده نقرأ الفقرة الثانية دي سوا There are many benefits of traveling Traveling allows us to experience new ways of living It's a chance to visit beautiful countries with amazing places and cities It makes life more interesting and provides new experiences and memories Traveling is also an important part of our education Because when we travel we got to learn about places we visit We meet new people and learn about their cultures and traditions Visiting historical places can help us learn about their history يا سلام طيب من أول جملة والله من أول جملة اللي محت الإجابة وانتو كمان ولا إيه؟ مش أنا قلت انتو ما شاء الله عندوك مخ ها عندوك هنا في مخ صح ولا إيه؟ طب ما تيجي كده يلا وريني الإجابة الناس بدأت تجاوب أحسنت يا مالك هم الإجابة هنا يا شباب إيه؟ أيوة كلمة بالمفتسدية هي ديت الإجابة الصحيحة النبارسية طب ما عليش يا أستاذ أنت جبتها منين؟ تعالوا كده نشوفها تعالوا كده نشوفها ها هي والله ها هي والله يبص كده؟ أيوة يبقى يا أستاذ كلام الأستاذ صح يبقى لما قرأت أنا عرفت الإجابة ليه؟ لإني بفهم لإني بفكر لإني بركز ما هو ده معنى الكمبرهينشن شباب قطعة لها أسئلة معناها فهم معناها تركيز معناها استيعاب ها؟ طبعا ممتاز طيب إيه بس سؤال رقم عشرة يا شباب الإجابة الصحيحة النبارسية حبيبة يطارق أحسنتي أحمد البطل برافو عليك يا شباب طيب السؤال رقم عشرة يا شباب The underlined word كلمة amazing in the third paragraph means كلمة amazing يا شباب هل هي strong ولا careful wonderful ولا difficult نرجع للقطعة يلا بنا نرجع للقطعة كلمة amazing زي ما انتم شايفينها في السطر الثاني هوت يا شباب في السطر الثاني هوت يقرأ كده معي أيوا الكلمة دي كلها بتقولي it's a chance من أول هنا it's a chance يقرأ كده معي it's a chance to visit beautiful countries with amazing places and cities أظن كلنا عارفين حتى كلمة amazing كلمة amazing هنا معناها إي يا شباب في الجملة معناها wonderful which means معناها رائع من مننا ما يعرفش كلمة amazing كلنا تقريبا عارفين كلمة amazing إن هي بتيجيب معنا wonderful which means رائع صحي يا ابطال عرفنا كلمة amazing كلنا يا شباب يا سلام عليكم يا وحوش طيب هل فيه واحد لسه حتى الآن على الانستجرام وعدد ما شاء الله لبأسة به من الطلاب بيشوفونا دلوقتي لسه ما حاولش انه يكتب إجابة واحدة بس على قناتنا على التليجرام طيب ديني بس التوقيع بتاعك كده اثبت إنك وجدت إنك حضرت البث كده ببيت إجابة واحدة وتعليق واحد ها مش معقول يبا انت قاعد تتفرج بس إحنا ليه بنتطلع لايف يا شباب وبنخليكوا تجاوبوا على التليجرام عشان يبقى فيه تفاعل علشان المعلومة تثبت في مخك علشان تستفاد علشان تحسك إنك إنك في حصة ريل حصة حقيقية ومال إيه إيه فايدة التليجرام بيحسسنا إنكوا قاعدين مع الأستاذ وكأنكوا في الحصة هي ديت الميزة والمتعة وإلا الأستاذ تحس إنه قاعد يكلم كمبيوتر آه الأستاذ قاعد يكلم جماد لا رأ حاول تكتب إجابة حاول تكتب تعليق ماشي ممتاز السؤال رقم 11 ركز معي ركز معي ركز معي إحنا بنتكلم على كلمة ذير هل هي معناها ميموريز ولا كولتشرز ولا نو إكسبرينسز ولا هستوريكال بلايسز ركز معي هنا يا شباب عندي أربع إجابات نرجع للقطع نرجع للقطع ونشوف كلمة ذير اللي موجودة في آخر كلمة في الفقرة التانية هوت زي ما انتم شايفين نقرأ كده السطر اللي قبلها أيوة ونحاول نشوف ذير عيدة على كلمة إيه ها اقرأ كده معي الجملة اللي علاها هايلايت بالأخضر visiting historical places can help us learn about their history صح كده يبقى كلمة ذير هنا وضحت يا شباب إن هي ضمير جمع بيعود على كلمة جمع عرفت إزاي ذير معروفة إن هي ضمير جمع من ذي اللي هي معناها هم يبقى أما بقول ذير يبقى جمع طب التالي يبقى لازم بتدل على كلمة جمع ألا وهي كلمة إيه يا شباب historical places هي كلمة اللي بتعود عليها الضمير ذير ذير هستري اللي هي historical places الأماكن التاريخية أنا عارف إن مغضمكم جاوب إجابة صحيحة يا شباب وهي الإجابة number D برافو عليك يا شباب الناس اللي بتجاوب في التعليقات برافو عليك يا أحمد أحسنت يا بطل برافو عليك يا إبراهيم أحسنت يا مالك اللي جابة no experiences no experiences صح يا مالك ليه يا هيبة بص كده يا مالك أنت كتبت no experiences ليه visiting historical places ها زيارة الأماكن التاريخية بتساعدنا في أن إحنا نعرف عن تاريخها عن تاريخ مين عن تاريخ الأماكن ليه التاريخية مش no experiences جبت no experiences منين يا بطل أبطال معايا يا إبراهيم ركز أحسنت ليه يا مالك ليه يا مالك no experiences هي شباب الإجابة number D historical places يا شباب شماري برافو عليك أحمد برافو عليك أبو حميد ليه شباب no experiences يا مالك جانا historical places أحسنت أحمد أحمد عبدالقادر اكتبي أحمد إجابتك اكتبي أحمد إجابتك الحرف ده لازم تكتب الكلمة historical places عشان انت بنت بتكتب صح أحمد عبدالقادر ركز يا بو حميد طيب السؤال رقم 12 تضمد this advantage of traveling is that this advantage of traveling أنا هنا بتكلم عن إيجابات ولا سلبيات؟ لا، بتكلم عن سلبيات تهيزير than before it needs a lot of time and planning it provides you know experiences and memories it allows us to experience new ways of living إيه رايقوا هنا يا شباب إيه رايقوا هنا يا أبطال قولوا لك كده يلا ها الاجابة هنا ايه الناس كتبت الاجابة نمبر دي اتالاو جس توكسبرينس شنو ويجوف ليفين هل دي مين سلبيات السفر بلعلك هل ينفع ان انا اقول مين سلبيات السفر ان هي بتسبح لنا ان احنا نجرب طرق يعني جديدة للحياة ده بالعكس دي ميزة دي ميزة ها الاجابة نمبر دي هل اتنشر احسنت يا مالك البطل يعني بتحتاج الوقت بتحتاج التخطيط زي ما احنا عارفين ان دايما السفر بيحتاج منينا تخطيط وبيحتاج منينا وقت صح كده بياخد وقت طبعا لما تيجي تسافر حتى لو سافرت يومين ثلاثة ما هو وقت برضو وبتحتاج ترتيب وتخطيط طيب ما عليش بقى يا شباب ليه قلتوا الاجابة نمبر بي هاتو هالي من القطع هاتو هالي من القطع اتنيت زالوتوف تايمان بلانينج في اي فقرة يا شباب انا عاوز اتأكد ان اجابتي كلها موجودة في القطع يا ابطال ايوة شاهد الفقرة الاخيرة حد شاف الجملة في الفقرة الاخيرة يا انس يلا يا عمر احمد هه فين يا بطل فين يا حسام الاجابة هنا اتنيتزالوتوف تايمان بلانينج موجودة فين موجودة في الفقرة الاخيرة يا شباب الناس اللي مركزة معي يبقى كله 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 كل موجود في القطعة كل الاجابات موجودة في القطع مينفعش انك تروح وتijeه وتقول لا ده هانا خلاص انا ما لو خلج ان انا روح ابحث عنها في القطعة حبيبي دي درجات انت بتتعامل مع درجات يعني كل ما تركز وترجع للقطعة وتبذي المجهود وتركز اكتر كل ما تاخد الدرجات ما تملش ما تملش معناها انك تملي بتخسر درجات ها صح كده ولا ايه مظبوط يلا بينا السؤال بعد كده يا شباب هو السؤال رقم 13 يا ابطال according to the passage طبقا للقطعة one of the following sentences not true about traveling احدى الجمل غير صحيحة معناها ان احنا عندنا ثلاث جمل صحيحة وجملة واحدة بس غير صحيحة يا شباب اقرأ كده معي هل ينفع ان اقول traveling is an adventure يعني السفر يعتبر مغامرة هل مخك يقبل ان السفر مغامرة طبعا يبقى الجملة دي صحيحة ولا ايه حد يختلف ان السفر مغامرة لا الجملة دي صحيحة الجملة number b traveling is part of modern lifestyle يعني السفر جزء من حياتك الحديثة الحياتك العصرية هل حد يختلف مين مجهود من مجنون هنا يختلف لا كلنا عقلين الحمد لله والاجابة الصحيحة بي برضو number b هي اجابة صحيحة منطقية طيب طيب احنا عاوزين الجملة الخطأ يا شباب احنا عاوزين الجملة الخطأ مش الاجابة الصحيحة طيب if we travel more we can learn more about the world كل ما نسافر اكتر كل ما نتعلم اكتر عن العالم برضو الجملة معناها صح احنا مش عاوزين دي طب بص للاخيرة بقى كده nowadays people have to travel on foot or horseback بالله عليك دلوقتي مع وسائل المواصلات الحديثة طياراته وسياراته ومركب فضاءه وسواريخه ها وقطاراته وباخيراته ها هل دلوقتي الناس بتسافر عن طريق الاقدام على الاقدام وعلى الحصان هل المنطق احنا هنرجع بقى الايام الجاهلية هنرجع للايام القديمة خالص الناس اما كانوا بيركابوا حصان وبيمشوا على رجليهم مسافات اللي كان بيحج زمان كان بياخد ثلاث شهور علشان يوصل للحج لا يا حبيب احنا العام دوله دلوقتي عندنا وسائل ايه المواصلات الحديثة مظبوط يبقى الاجابة الاخيرة هي الاجابة نمبر دي يا شباب مظبوط الاجابة الاخيرة هي الاجابة نمبر دي برب عليكم الان في هذه الايام الناس لازم تسافر عن طريق الهورس باك او عن طريق الفوت والكلام ده مش مظبوط هي دي الاجابة الخطأ وده الاجابة اللي احنا عوزينها احنا بنطلع الاجابة الخطأ يا شباب اللي هي الاجابة نمبر دي طيب السؤال الاربع تاشر what's the author's purpose in writing this text which means يعني الغرض عند الكاتب ولو انتو فكرين الاختبارات اللي فاتتكن احنا قلنا حاجة ايه حاجة اسمها ان السؤال رقم تسعة لعلقة بالسؤال رقم 14 تحديدا اللي هو البيست تايتل وي البربس of the writer طيب دلوقتي يا استاد هو انا هنا دلوقتي من فهمك لي القطع كلها اكتر كلمة اكتر كلمة اكتر كلمة تم ذكرها في القطع يا كلمة ايه travel حد يختلف حد يختلف كل الاجابة هنا كلها قطعة travel بتتكلم عن travel طيب اقرأ بقى الاجابات كده ونشوف to show that traveling is expensive to give information about traveling to name the different places we can travel to to explain how we can travel by cars and planes ايه رأيكو يا شباب هنا طبعا هنا اظن الاجابة واضحة to give information احسنت يا مالك البطل احسنت يا بطل الاجابة الصحيحة هنا بيعطينا معلومات عن السفر ويبقى الاجابة number b هي الاجابة الصحيحة زي ما انتم شايفين معانا في الحل اجابة صحيحة ان احنا بنعطي معلومات عن السفر ازاي الناس بتسافر اهمية السفر الصفر قديما كان شكله شنو كل ده بندك معلومات عن السفر برافو اخر سؤالين يا شباب لماذا يسافر الناس طبعا هنا في اي قطعة القطعة الاولى او القطعة التانية الفقرة الاولى اللى الفقرة الثانية اسباب الصفر الناس بتسافر ليه بص كده ليه الاجابة هنا طبعا الاجابة موجودة في الفقرة الاولى طبعا والاجابة قد تكون طويلة حبيتين بس ده ما يمنعش ان احنا هنصبر ونكتب الاجابة الكاملة تعالوا كده نشوف People travel for many different reasons هل دي ممكن نكتبها ممكن تكتب من اللي بعدها عادي Some travel for business some for pleasure and some for educational reasons صح We travel لا هنا بس كده هنا دول بس الايجابة يعني ممكن اكتب من اول هنا ليه هني يبقى انا كل ده معاي كل ده معاي كل دي اجابة اه يعني تقريبا هتكتب سطرين او سطر ونص لازم لازم تكتبهم وده السؤال رقم 15 يا شباب يبقى احنا كده جاوبنا السؤال رقم 15 ها الاجابة دايما بتكون حاجة اسمها explicit حاجة مباشرة لازم ترجع للقطعة وتفتش وتدور between lines behind the meaning خلف المعنى وما بين السطور ايوه حصل الاجابة بالكامل ما تكتبش جزء من الاجابة اكتب من اول الجملة لنهاية الجملة وما تسبش حاجة يا شباب لما تيجي تكتب وتحل سؤال الفقرة تأكد انك بتحل كل حاجة ممتاز طب تعالوا كده بقى نشوف السؤال الاخير according to the second paragraph طبقا ليه الفقرة التانية وانا هنا طبعا عدلتها لو انتوا طبعتوا النموذج خلوا دي second كانت مكتوبة third ركز how is traveling an important part of our education الجزء ده هو بقى ابحث عنه بي النص موجود في القطعة ابحث عن الكلام ده في القطعة traveling is an important part of our modern education يعني السفر هو جزء مهم من تعليمنا يعني ايه بقى الكلام ده ارجع للقطعة يلا ارجع للقطعة وابحث عن النص ده هتلاقيه موجود فين هتلاقيه موجود في الفقرة الاخيرة لازم لازم تقرأ طلع لي السطر اللي انا قريته من الفقرة الاخيرة في اي سطر اساهل عليك اهو كل دي اجابة والله كل دي اجابة كل دي اجابة والله كلها اجابة ها هو انا مطلوب مني نكتب كده اكتب لو انت عاوز تاخد الدرجة الكاملة لو انت عاوز تنقص اكتب نص دي اجابة طبعا ما بنصحش كل واحد فيكو ان هو يكتب نص الاجابة انا عاوزكو كلوكو تبقى سود وعاوزكو كلوكو تاخدوا الاجابة الصحيحة وده السؤال رقم 16 يا شباب يبقى انا كده يا استاذ خلصت الحمد لله قطع لاسئلة ووصلنا بقى مفاجأة كده حنكتفي بهذا القدر ايوه حنكتفي بهذا القدر علشان استاذي راح شوية واستعد لكلاس الصف التاسع بإذن الله تعالى بإذن الله تعالى ان شاء الله انا يعني اسيب لكم القطعة الاخيرة قطعة الاخيرة بس ان شاء الله تحلوها هي برضو عن السفر برضو المعاني قريبة جدا يا شباب حاولوا تركزوا مع التدربات بتاعتها وتضربوا عليها وان شاء الله بإذن الله يعني تجيبوا الدرجة الكاملة يا شباب بإذن الله تعالى في الاختبار في بثوث قادمة في بثوث قادمة في لايفاء team أيضا في لايفاء كل الناس اللي موجودة معنا إن شاء الله بإذن الله تعالى إن شاء الله سنقصر معكم حتى الاختبارات أ настاذ آآ لا ما لا خلصناه خلصنا بإذن الله الموضوعات موجودة على الريلز على ihnenستجرام يا شباب ادخل على الريلز على الانستجرام وانت ان شاء الله هتعرف الموضوعات بتاعت مرحلتك خاصة جروب الصف الثامن يعطيكوا الف حافية ساعدت بوجودكم النهاردة وساعدت بشرح لكم النهاردة ويرب ان شاء الله هتكونوا استفدتم قبل ما تطلع من التليجرام ادي لايك كده على الفيديو خلي الناس كده تعرف ان كان فيه هنا ناس مروا مرور الكرام ها الكرماء ادي لايك على الفيديو وحاول تشاير الفيديو على قناتك على التليجرام وعلى اليوتيوب وعلى كل حتة يا شباب او على الانستجرام اعملينا منشن وعملينا شير ساعدنا وان شاء الله بإذن الله هتلاقي مننا كل الدعم بإذن الله تعالى يعطيكوا الف عافية نشوفكم على خير بإذن الله في البثوث القادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته